من قناة مصر التعليمية بالتلفزيون المصري أحييكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي والموعد الإسبوع المتجدد وبرنامج مدرسة أونلاين النهاردة إن شاء الله هستعرض معاكم درس من دروس الجغرافية وهي الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية طبعا تعرفنا في الحلقة اللي فاتت على مفهوم البيئة الصحراوية وعرفنا أين تقع هذه البيئة الصحراوية وعرفنا يا أولاد أن هذه البيئة الصحراوية بتشغل معظم مساحة مصر 96% من مساحة مصر هي البيئة الصحراوية وعرفنا أن البيئة الصحراوية توجد في مصر في سلاس مناطق أساسية وهي الصحراء الغربية الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء النهاردة هناخد الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية يبقى عنواننا هيظهر قدامنا على الشاشة الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية أول معلومة النهاردة نعرفها يا أولاد في الحلقة أن رغم أن مساحة البيئة الصحراوية في مصر كبيرة 96% من مساحة مصر تشغلها البيئة الصحراوية ألا أن نسبة السكان في هذه البيئة الصحراوية نسبة السكان قليلة جدا يبقى دلوقتي عرفنا معلومة مهمة جدا رغم كبر مساحة البيئة الصحراوية والتي تبلغ حوالي 96% من مساحة مصر ولكن يعيش في البيئة الصحراوية نسبة قليلة من سكان مصر معنا رسم بياني موجود في كتاب المدرسة حد يسألني يقول للرسم البياني ده مهم نحفظه الرسم البياني محطوط في كتاب المدرسة علشان ندرسه ونستنتج منه معلومات سكان البيئة الصحراوية يا أولاد بيعيشوا في خمس محافظات الخمس محافظات دول بسميهم محافظات الحدود تعالوا كده نشوف إيه هي محافظات الحدود اللي احنا بنسميها المحافظات الصحراوية عندنا حسب الرسم البياني اللي موجود في كتاب المدرسة صفحة 9 شمال سيناء أول محافظة من محافظات الحدود أهي يا أولاد شمال سيناء شمال سيناء تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان بين سكان البيئة الصحراوية أدي شمال سيناء أهي طب بعد شمال سيناء حسب الرسم البياني محافظة مطروح محافظة مطروح في الترتيب التاني بين المحافظات الصحراوية في عدد السكان أنا دلوقتي بقول ترتيب محافظات الحدود حسب السكان يبقى أول محافظة عندنا شمال سيناء أهي يا أولاد تاني محافظة حسب الرسم البياني محافظة مطروح بعد محافظة مطروح مباشرة تأتي محافظة البحر الأحمر هذه البحر الأحمر هي وعندنا في المرتبة الرابعة محافظة الوادي الجديد وأخيرا جنوب سيناء هي أقل محافظات الحدود سكانا يبقى دلوقتي هنلخص المعلومتين دول رغم أني بص يا أولاد هنتبه مع بعضنا أول حاجة هنقول مساحة البيئة الصحراوية 96% من مساحة مصر ورغم هذه المساحة الكبيرة يعيش بها نسبة قليلة من سكان مصر طيب النسبة القليلة من السكان يعيشوا في محافظات بسميها محافظات الحدود تعالوا مع بعضنا نكتب محافظات الحدود كده عشان نشوفها حسب الرسم البياني اللي موجود في كتاب المدرسة أول حاجة شمال سيناء شمال سيناء رقم واحد نمرة اتنين محافظة مطروح رقم ثلاثة محافظة البحر الأحمر رقم أربعة محافظة الوادي الجديد رقم خمسة جنوب سيناء المحافظات الخمسة دول اسموهم محافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية طيب يا ترى السكان موجودين فين في محافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية تعالوا مع بعضنا كده على الشاشة مرة تانية بص يا ولاد الخريطة هي بتوضح لنا محافظات الحدود هذه شمال سيناء هذه محافظة مطروح هذه البحر الأحمر هذه الوادي الجديد وادي جنوب سيناء المحافظات الخمسة دول اسموهم المحافظات الصحراوية أو محافظات الحدود يعيش في هذه المحافظات نسبة قليلة من سكان مصر طيب بيتركزوا فين بقى في محافظات الحدود يتركز سكان البيئة الصحراوية أولا في الواحات طيب ليه في الواحات لأنهم يعملون بالزراعة يبقى بيتركزوا في الواحات لأنهم يعملون بالزراعة يبقى وجود حرفة الزراعة أدت إلى تركز السكان طب يا ترى في الواحات ما مصدر المياه مياه الري بيعتمدوا على المياه الجوفية بيعتمدوا على المياه الجوفية في الزراعة يبقى أول مكان يتركز فيه سكان البيئة الصحراوية الواحات ليه الواحات؟ لوجود حرفة الزراعة حرفة الزراعة تعتمد على المياه الجوفية أيضا يتركز سكان البيئة الصحراوية في مناطق التعديل واستخراج البترول لأن مناطق التعديل واستخراج البترول يا ولاد بيبقى فيها الدخل طبعا كبير الدخل والأجور عالية فبيتركز السكان في مناطق التعديل واستخراج البترول أيضا يتركزون حيث توجد حرفة الرعي طيب حرفة الرعي موجودة فين حيث يتوفر العشب والماء العشب والماء غزاء السروة الحيوانية يبقى المناطق التي يتركز فيها سكان البيئة الصحراوية هنكتبهم مع بعضنا بسرعة كده برضو يتركز سكان البيئة الصحراوية في يتركز السكان في البيئة الصحراوية في نمرة واحد الواحات الواحات ليه لوجود الزراعة الزراعة تعتمد على المياه الجوفية أيضا يتركزون في مناطق التعديل واستخراج البترول وهنا عشان ارتفاع الأجور يتركزون في مناطق الرعي حيث يوجد العشب والماء دي مناطق تركز السكان في البيئة الصحراوية تمام عايزين نعرف دلوقتي خصائص سكان البيئة الصحراوية يترك سكان البيئة الصحراوية إيه الخصائص اللي هندرسها السنادي بصوا معي يا أولاد هندرس الخصائص الاجتماعية الخصائص الاجتماعية طبعا خصائص الاجتماعية متعلقة بالعادات والتقاليد الخصائص التعليمية وهي الحالة التعليمية لسكان هذه البيئة والخصائص الاقتصادية المقصود بها الحرف ومستوى المعيشة يبقى هندرس ثلاث خصائص لسكان البيئة الصحراوية نمر واحد الخصائص الاجتماعية اتنين الخصائص التعليمية ثلاثة الخصائص الاقتصادية خلينا الأول نشوف الخصائص الاجتماعية لسكان البيئة الصحراوية أولا الزواج المبكر الزواج المبكر أولى الخصائص الاجتماعية طبعا الزواج المبكر ده من العادات السيئة اللي بدأت الدولة في مصر تحارب هذه العادات وتعمل بالتوعية ضد هذه العادات السيئة حجم الأسرة كبير حجم الأسرة عادة في البيئة الصحراوية كبير يتجاوز خمسة أفراد هناك أيضا الترابط الأسري بين أفراد الأسرة ودي حاجة جميلة جدا طبعا الترابط الأسري بين أفراد الأسرة والتزاوج بين الأقارب أيضا حفظهم على العادات والتقاليد والتراث القديم خاصة في عادات الزواج سكان البيئة الصحراوية يحافظون على التقاليد وتراثهم القديم خاصة فيما يتعلق بالزواج أيضا احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ القبيلة يعني يا أولاد لما تحصل أي مشكلة داخل القبيلة هناك مجلس عرفي يقوم بحل هذه المشكلة المجلس العرفي ده يرأسه شيخ القبيلة شيخ القبيلة هو أكبر أفراد القبيلة طبعا المجالس العرفية دي يا أولاد لها كل الاحترام وبتساهم طبعا في التخفيف على الدولة بحل هذه المشاكل داخليا يعني سكان القبائل عندهم حاجة اسمها المجالس العرفية لحل المشكلات التي يمكن أن تقوم بين أفراد القبيلة هذه المجالس العرفية يرأسها شيخ القبيلة أيضا يا أولاد عندنا إكرام الضيف من العادات المتأصلة في أهل الصحراء أنهم كراماء جدا يا أولاد سبعة عمل الأطفال في الرعي والزراعة طبعا دي من العادات السيئة لأن الدولة المصرية دائما وأبدا بتحرص على حقوق الطفل ويجب أن ينال الطفل حقوقه في الحياة والتعليم الطفل يجب أن يتعلم يا أولاد يجب أن نبعد الأطفال عن العمل في سن مبكرة الأطفال مستقبلهم الوحيد في التعليم عادة عمل الأطفال في الرعي والزراعة عادة سيئة رقم تمانية العلاج بوسائل بدائية يستخدمون الوسائل البدائية في العلاج وده حاجة مش كويسة طبعا لأنها بتؤدي إلى زيادة الوفيات خاصة بين الأطفال من العادات الحسنة لسكان البيئة الصحراوية أنهم دائما وأبدا يقيمون علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى هرجع معكم مرة تانية وهنشوف الخصائص الاجتماعية لسكان البيئة الصحراوية أولا الزواج المبكر وحنا قلنا دي من العادات السلبية وتقوم الدولة حاليا بالتوعية ضد هذه العادة مرة اتنين حجم الأسرة كبير تلاتة الترابط الأسري بين أفراد الأسرة والتزاوج بين الأقارب أربعة الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج خمسة احترام المجالس العرفية التي رأسها شيخ القبيلة ستة إكرام الضيف وعمل الأطفال في الزراعة والرعي تمانية العلاج باستخدام وسائل بدائية ويؤدي ذلك إلى زيادة الوفيات بين الأطفال تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى تعالوا مع بعضنا كده يا أولاد نعمل مقارنة بين بعض العادات السلبية ناخد أبرز العادات السلبية والعادات الإيجابية هنعمل جدول يا أولاده وهنقول العادات الإيجابية نبدأ بالعادات الجميلة والعادات السلبية طبعا من العادات الإيجابية الحفاظ على العادات والتقاليد دي من العادات الإيجابية والحفاظ على التراث ايضا احترام المجالس العرفية برضو من العادات الحسنة التي يتميز بها سكان البيئة الصحراوية ايضا اكرام الضيف احنا طبعا قلنا نمازج من هذه العادات اليجابية وايضا تكوين علاقات ضيبة مع سكان البيئات الاخرى اما العادات السلبية ابرزها الزواج المبكر ايضا عمالة الاطفال في الرعي والزراعة دي عادة سلبية ايضا استخدام الوسائل البدائية في العلاج خاصة علاج الاطفال دي من العادات السلبية دي بعض العادات الايجابية والسلبية عملنا مقارنة بينهم ياولاد طبعا سكان البيئات الصحراوية اهلنا وحبيبنا وطبعا عندهم العادات الجميلة اللي بتمثل التراث بتاعهم طبعا ياولاد الدولة حاليا بتبزل العديد من الجهود من اجل محاربة او مكافحة بعض العادات السلبية التي توجد بين سكان البيئة الصحراوية هنشوف الدولة عملت ايه؟ اولا التوعية بعدم عمالة الاطفال والزواج المبكر لان الطفل من حقه ان يعيش طفولته من حقه ان يتعلم الزواج المبكر طبعا من العادات السلبية التي لها تأثير سلبي خاصة على صحة المرأة ايضا بدأت الدولة تقيم المستشفيات وتوفر الرعاية الصحية للحد من استخدام الوسائل البدائية في العلاج بدأت الدولة تقيم المستشفيات وتوفر الرعاية الصحية وذلك للحد من استخدام الوسائل البدائية في العلاج وبالتالي طبعا قلة الوفيات خاصة بين الاطفال دي يا أولاد اسمها الخصائص الاجتماعية تعالوا مع بعضنا كده ننتقل للخصائص التعليمية للأسف الشديد يا أولاد ما زالت نسبة الأمية ترتفع ما زالت نسبة الأمية ترتفع في المحافظات الصحراوية ولكن الدولة المصرية قامت بمجهودات ضخمة جدا من أجل مواجهة مشكلات التعليم في هذه البيئة الصحراوية يبقى رغم ارتفاع نسبة الأمية في هذه المحافظات الخمسة محافظات الصحراوية ولكن الدولة المصرية قامت بمجهودات ضخمة جدا خاصة في الفترات الأخيرة من أجل حل مشكلات التعليم في هذه البيئات الصحراوية كان أبرز ما قامت به الدولة أهم الحاجات اللي عملتها الدولة يا أولاد علشان تكافح الأمية وتنشر التعليم في محافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية قامت الدولة العديد من المدارس وبعض الكليات والمعاهد طبعا انتشار المدارس ووجود الكليات والمعاهد شجع على التعليم في هذه المحافظات وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية ممتازة على نسبة التعليم زادت نسبة التعليم يا أولاد وبدأ طبعا تخريج مجموعة كبيرة من الكوادر والعقول مثل المهندسين والأطباء وأسادس الجامعات طبعا المهندسين والأطباء وأسادس الجامعة كلهم من أبناء هذه البيئة الصحراوية ويسهموا حاليا في خدمة المجتمع المصري يبا إذن يا أولاد لو أحد سألك قالك ما هي الخصائص التعليمية التي تميز سكان البيئة الصحراوية بمنتهى السهولة تقول ترتفع بين سكان البيئة الصحراوية نسبة الأمية طيب هل نسبة الأمية في تزايد ولا في تناقص؟ لا طبعا نسبة الأمية في تناقص ونسبة التعليم في تزايد لماذا قلت نسبة الأمية وبدأت نسبة التعليم في الزيادة بسبب مجهودات الدولة المصرية التي تقوم بنشر أو بإنشاء المدارس في هذه المحافظات إنشاء بعض الكليات والمعاهد وترتب على ذلك يا أولاد اتجاه نسبة كبيرة من أبناء هذه المحافظات إلى التعليم ووجود كثير من الكوادر العلمية والعقول المفكرة تخرج من أبناء البيئة الصحراوية العديد من المهندسين والأطباء والأساتذة في الجامعات المصرية هؤلاء أسهموا وماذا ليسهمون في خدمة ورفعة المجتمع المصري دي أولاد بالنسبة للخصائص التعليمية ننتقل إلى الخصائص دي صورة بتوضح أحد الفصول في البيئة الصحراوية طبعا نحن عارفين الكسافات هناك قليلة جدا نظرا لقلة السكان دي حاجة كويسة طبعا الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية يمكن هنلاحظ يا أولاد أن معظم سكان البيئة الصحراوية يعملون بحرفتي الرعي والزراعة يعمل معظم السكان في البيئة الصحراوية يأم بحرفة الرعي والزراعة هتقول لي طب يا مستر الرعي موجود فين هقول لحضرتك حيث توجد العشب والماء حيث يوجد العشب والماء تقوم حرفة الرعي طيب مستر الزراعة موجودة فين؟ هقول لحضرتك الزراعة توجد حيث توجد المياه الجوفية في الواحات المياه الجوفية من الآبار والعيون يبقى أول خاصية من الخصائص الاقتصادية يعمل معظم سكان البيئة الصحراوية بحرفة الرعي والزراعة الرعي حيث العشب والماء والزراعة حيث المياه الجوفية في الواحات أيضا من الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية انخفاض مستوى المعيشة بسبب انخفاض الدخل انخفاض مستوى معيشة سكان البيئة الصحراوية البيئة الصحراوية بصفة عامة يا أولاد بتتميز بقلة الموارد الطبيعية قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية أدت إلى ظهور مشاكل اقتصادية عديدة دعالوا كده مع بعضين نكتب أهم المشكلات المترتبة المشكلات التي ترتبت على المشكلات التي ترتبت على قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية أول مشكلة يا أولاد ظهور بسبب نقص الموارد نقص الغذاء نقص الغذاء بسبب قلة الموارد يضر سكان البيئة الصحراوية إلى الاعتماد على البيئات الأخرى المجاورة الاعتماد على البيئات الأخرى لسد احتياجاتهم يعني بيعتمدوا على البيئة الساحلية أو البيئة الصنعية أو البيئة الزراعية لسد ما ينقصهم من احتياجات أيضا بتظهر مشكلة الهجرة إلى البيئات الأخرى سكان المناطق الصحراوية وهاجرون إلى البيئات الأخرى طبعا من أبرز أسباب الهجرة البحث عن فرص العمل وتحسين مستوى الدخل يبقى إذن لو جاب لنا السؤال ما النتائج المترتبة على المشكلات التي ترتبت على قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية أولا نقص الغذاء نقص الغذاء دي أول مشكلة نتجة عن قلة الموارد الطبيعية نمر به الاعتماد على البيئات الأخرى لسد حاجاتهم يعتمدون على البيئات الأخرى سواء البيئة الساحلية أو الزراعية أو البيئة الصناعية لسد احتياجاتهم يهاجرون إلى البيئات الأخرى يقومون بالهجرة إلى البيئات الأخرى للبحث عن فرص عمل وتحسين مستوى دخولهم دي مشكلات ترتبت على قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية أنا سامح حد يقول لي هل الدولة المصرية قامت بمجهودات لحل مشكلات البيئة الصحراوية الاقتصادية طبعا يا أولاد وبلا شك الدولة تقوم وتعمل دائما على حل جميع المشكلات التي تواجه المواطن المصري في كل مكان وكان للمحافظات الحدودية أو محافظات الصحراوية في مصر نصيب كبير جدا من اهتمام الحكومة المصرية تعالوا مع بعضنا كده نشوف مجهودات الدولة لحل المشكلات الاقتصادية أولا قامت الدولة باستصلاح الأراضي الصحراوية معنى استصلاح الأراضي الصحراوية يعني تعمير الصحراء طبعا تعمير الصحراء واستصلاح الأراضي الصحراوية يؤدي إلى مزيد من الانتاج الزراعي وبالتالي يزداد التبادل التجاري بين البيئة الصحراوية وما يجاورها من بيئات أخرى يبقى المجهود الأول أو الحل الأول الذي قدمته الدولة المصرية لحل مشكلات البيئة الصحراوية الاقتصادية تعمير الصحراء واستصلاح الأراضي تعمير الصحراء واستصلاح الأراضي وما يترتب على ذلك من زيادة في الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة في التبادل التجاري مع البيئات الأخرى أيضا الدولة المصرية اهتمت بإنشاء مشروعات سياحية وذلك بتشجيع المستثمرين على إنشاء الفنادق والمنتجعات داخل نطاق البيئات الصحراوية أو داخل المحافظات الحدودية الدولة تقيم العديد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق لتشجيع وتنشيط السياحة في هذه المناطق طبعا يولاد السياحة لما بتنشط في هذه المناطق يؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل لسكان البيئة الصحراوية وبالتالي رفع مستوى الدخل بالنسبة لهم وبالتالي رفع مستوى معيشتهم أيضا تقوم الدولة المصرية بتشجيع سياحة السفاري في هذه البيئات الصحراوية العامرة بالعديد من المناطق عندنا يا أولاد إحنا العديد من المناطق الصحراوية الجميلة يعني عندنا مثلا الصحراء البيضاء دي كثير من السياح وطلاب المدارس يرتدون هذه المناطق للتمتع بجمال الطبيعة الصحراوية يبقى الدولة قدمت حلول الدولة حاولت تطوير وما ذالت تحاول وتبزي المجهودات ضخمة جدا من أجل تطوير البيئة الصحراوية هنقول الدولة عملت إيه مرة تانية من أجل تطوير الصحراء أو البيئة الصحراوية وحل مشكلتهم الاقتصادية أولا استصلاح الصحراء وتعمير الأراضي الصحراوية مما يؤدي إلى زيادة التبادل مع البيئات الأخرى نمرة اتنين تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال السياحة داخل هذه البيئة الصحراوية بإقامة المنتجعات السياحية والفنادق أيضا يا أولاد تشجيع سياحة السفاري كده يا أولاد انتهينا من الدرس ده وهو درس خصائص البيئة الصحراوية وإحنا عارفين إن شاء الله أن امتحان هذا الشهر شهر مارس هذا الجزء يدخل ضمن الامتحان طبعا كنت سعيد بوجودي معكم وإلى اللقاء في الإسبوع القادم